على الرغم من كثرة السلبيات التي تضمنتها الموازنة لعام 2018 إلا أن البرلمان صر على المصادقة الأولية عليها في آذار من هذا العام الموازنة التي حاملت كسابقاتها قيمة انفجارية بلغ 88 مليون دولار تخللتها العديد من الأخطاء فبحسب اللجنة المالية فإن لجنتين الحكومية والبرلمانية تفقتا على تضمين مسودة قانون الموازنة 43 ملاحظة واستفسار وبحسب موقع The Arab Weekly فإن الموازنة لم تجعل في حساباتها خطوات لسداد ديون العراق كما تجاوزت احتياجات البنية التحتية والتعليم والرعاية الصحية مؤكدا أن فقرات الموازنة دليل على الإهمال المتعمد لهموم الشعب إضافة إلى عدم إنصافها المدن المدمرة جراء العمليات العسكرية فقد اعتبر تحالف المحور الوطني موازنة العام 2019 مجحفة وغير منصفة لمحافظات نينوى ولنبار وصلاح الدين الموازنة في العراق يبدو أنها لا تتأثر بتجاذبات الأحزاب السياسية فحسب بل وبالتجاذبات الدولية أيضا فبحسب الاتحاد الإسلامي الكردستاني فإن الصراع الأمريكي الإيراني سيبقي أسعار النفط غير مستقرة ما يفرض وضع سقف آمن لأسعار النفط في موازنة العام المقبل وهذا ما أكدته اللجنة المالية من أن انخفاض أسعار النفط تسبب بتأجيل عرض تعديلاتها النهائية على اللجنة البرلمانية وعلى الرغم من أن تأخير تصديق على موازنة العام المقبل سيكون له أثر في تفاقم مشاكل البلاد بشكل كبير إلا أن واقع الحال يشير إلى أن المحاصصات السياسية هي المهيمنة على إقرارها وليس مصلحة البلد ترجمة نانسي قنقر